السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعي قناة فان تربيط الطيور مرحبا بكم اخوة الكرام الى هذه الحلقة الجديدة ودرس جديد باذن الله تعالى اتكلم به عن سؤال يدور في عقول المربين وعقول كل من اقتنى هذه الطيور الجميلة متى يبدأ موسم الانتاج عند طيور الزينة الان درسنا يتكلم عن جميع انواع الطيور وليس طيور المعاكيف وطيور الكناري فقط جميع انواع طيور الزينة متى يبدأ موسم انتاجها وكيف اقوم بتجهيزها لموسم جديد وما هي الشروط طبعا اخوة الكرام في بداية هذا الفيديو بحب نوى لشغلي اذا كنت متابعي لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة ودعمنا بزر اللايك بالاضافة الى انت اخي الكريم المشترك في هذه القناة مشاركت هذا الفيديو على جميع اصدقائك وعلى الواتساب والفيسبوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي كي يتعمل فائدي على الجميع طبعا اخوة الكرام ايضا اللي بحب ينتسب القناة واتميز بالمزايا الموجودة في القناة كذلك الامر ميت مرحبا فيه طبعا اخوة الكرام قبل بداية الفيديو يجب عليك اخي المربي كسر جميع القناعات القديمة التي كانت تعتمد على فصول ومواسم في الانتاج طيب يا ابو النصر انت كسرت هاي القادي ليش كسرت هاي القادي اخي الكريم العلم تطور والحياة تطورت ونحن يجب علينا ان نتطور مع طيورنا لانه اخوة الكرام لاحظت شغلي طيور انتجت انت بشهر فنفترض عشرة شهر عشرة لشهر عشرة اللي بعده طيورك رح تدخل بمرحلة الغيار الريش و بهذا الشهر بنفس الوقت طيرك بلغ رازم يكون في عندك انت انتاج فانت هاترى بك تأخر طيرك للشهر الرابع تاخد منه انتاج هون عبتصفي عندنا المشكلة فلذلك الامر اخوة الكرام رح احكي لكم بشكل مفصل وتوضيحي عن هاي القاعدة اللي كسرت موسم الانتاج يبدأ عند المربين في جميع الاوقات والازمان والاماكن يعني اخي الكريم وفر انت شروط التزاوج سوف تحصل على انتاج لا تتقيد في زمان ومكان هذا الامر يجب ان تأخذه في عين الحسبان اي اخي الكريم انه عنده بلوغ الزكر لعمر العام وبلوغ انسى الكناري او الحسون او جميع الطيور لمدة العام او فترة العام هون رح يصير عندك انت جهوزي والجهوزي هاي لاجب انت تستثمره لانه طيرك اذا ما استثمرت انسلت بغيار الريج تاني وسببت له مشاكل لقدام فيجب عليك اخي الكريم استثمار هذا الطائر كيف نقوم بالاستثمار وكيف نقوم بالتجهيز والتزاوج لما بتوفر انت شروط التزاوج حرارة اضاءة رطوبي وبتوفر له غزاء وتنوع غزائي وبرنامج تطهير رح يصير عندك انتاج انت يعني بتحاكي طبيعة لما بترفع درجة الحرارة فلنفترض درجة الحرارة لموسم الانتاج المفضلي هي من 27 لال30 كان الدنيا الصيفية درجة الحرارة 40 فيك تنتج لانه عندك مكيف فيك تنزل درجة الحرارة لل27 واذا كانت الدنيا شتوية كذلك الامر في عندك صوبة بترفع درجة الحرارة لل27 او مكيف الغرفي بترفع درجة الحرارة لل27 والرطوبي بتتحكم فيها انت والاضاءة صار فيك كهرباء بكل منزل فيك تتحكم ايضا بالاضاءة بترفع درجة الاضاءة لل11 ساعة او لل10 ساعات طيب يا ابو النصر الطيوري انتجت فيه عنده طيور انتجت ودخلت بغيار الريش وفيه عنده طيور جهزت وبدأ تبدأ بمرحلة التزاوج الطيور اللي انت صارت عندك مرحلة غيار الريش بتعزله بتحطه بمطير بتغطي المطير وبتخليه بمطير لوحدة بتنزل بغيار الريش بتخففنا الاضاءة وبتعتفز انت بالطعام والشراب والاكل الموجود عنده وكذلك الامر بتحترم قانون التزاوج وتبلش مع طيورك فترة التزاوج بتدعم الطير بتتأكد مطير انه خرجت من مرحلة غيار الريش بشكل سليم وبدون اي مشاكل دخلت بمرحلة الراحل اللي مدتها شهر ونصف للشهرين بلشت انت بموسم الانتاج اعطيت طيورك المناقية اللي حكينا عنها بهاي القناة عطيت طيورك جميع انواع المغزيات والفيتامينات الطبيعية قبل موسم الانتاج رح يصير عندك انتاج مباشرة وبشكل طبيعي وبدون اي مشاكل هاي القوانين اذا بتحترمه اخي الكريم فيك تنتج باي وقت بدك يا هاي القوانين القديمي بتنتج والله بالربيع احسن ولا بتنتج بالصيف احسن ولا بتنتج بالشتوي احسن هاي قواعد قديمي يجب كسرة فيه عندنا نحن هلا قصار تطور فيك ترفع درجة درجة الاضاءة عندك بالبيت بالمصباح الموجود عندك تعوضهم عن ضوء النهار وفيك ترفع درجة الحرارة ايضا بالمكيفات وتخفضها بالمكيفات ايضا يعني ما ضل فيه مثل قبل والله انا الطيورة بدخلت بالصيف يجب ان انتج منها وطيورة بالشتوية يجب ان نريحها لا فيه عندك قواعد احترمها والتزم فيها رح تنتج طيورك مية بالمية طبعا التجهيز بيكون عن الطريق التالي اعطاء المحافزات الجنسية اللي حكينا عنها زينجبيل جرجير بروكلي تمام هاي ثلاث مواد راح تعطيق الطيور بحالي وبصحة جيدة وقابل للانتاج بشكل سريع طبعا في عندنا مناقع لتطهير موجودة ايضا بالقناة فيك تفوت عليها تحضر برنامج تطهير الطبيعي اللي هو المنقوع او عصير الجزر مع الحلبي وايضا اعطاء بزور الخرفيش هاي كلها اخوات الكرام مثل ما حكينا وذكرنا سابقا كلها موجودة في القناة مسلسلي في الدروس ومقدمي بشكل وبطريقة سهلة وتصل الى جميع عقول المربين اللي حاولوا ينتجوا بقبل وفشلوا في الانتاج مواد كيميائي فيك تقدمها انتي كمربي ومعتمد عليها ولكن بشروط يجب عليك احترام تقديمة ومواعيد تقديمة فهذه المواد اخوات الكرام لها ضرر وسلبيات اكثر من الايجابيات فاذا كنت معوض طيورك عليها فييجب عليك اخي الكريم التقنان في تقديمة اما اذا كنت بدك تعتمد على طيورك على الطبيعي فالطبيعي افضل بألف مرة من تقديم المواد الكيميائية فيك تقدم لهم منقوع المعجزي اللي بيضاهي الفري فيت الكيميائي او الفري فايت وفيك تقدم لهم ايضا منقوع الجزر او عصير الجزر مع الحلبة وبزول الخرفيش موجودة في المأكلية تضاهي ايضا الافيكول او الافيتشول المنظف في الكبد ومضاهي ايضا للتيلان اللي بيستخدمونه لتفادي النقطة السوداء في عندك ايضا عصير البصل مع التوم هذا العصير اخوة الكرام يعتبر من المحفزات الجنسية الطبيعية وايضا محقوي ورافع من مناعة الطير فيك تقدمه ايضا مرتين في الاسبوع قبل موسم التزاوج طبعا اخوة الكرام جميع ما ذكرتم موجود في القناة تحسن تفوت انت في وقت فراغك تتفرج على الدروس درس درس تفهم من كل درس شو مطلوب منك وتقدمه لطيرك وبإذن الله رح تحصل على انتاج الانتاج المطلوب او الانتاج اللي انت كل مربي بيحلم فيه لهذا القدر بكتفي معكم وبتمنى يكون وصلتكم الفكرة وبتمنى يكون وصلنا لأكبر عدد من المربيين والمشاهدين لهذه القناة وبتمنى ايضا اخي الكريم منك متابعة عفوا الفيديو اللي تابع الفيديو الاخير اكتبلي بتعليقات مشاركة هذا الفيديو اهم الشيء عندي مشاركة هذا الفيديو حتى تعمل فائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم ابو النصر اي سؤال او استفسار فيك تكتبوه بتعليقات من تحت واذا الله رح جاوب على الجميع السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة